السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في قناتي إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير حبايب أغلى متابعين اليوم راح أقدم لكم كيكة باردة بدون فرن وبدون بيت كيكة المانجو سهلة وسريعة وما تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من وصفاتي وعمل لايك للفيديو لتشوفوا الطريقة رافكون إلى مطبخي ونوروني بحضوركم لتجهيز الطبقة الأولى راح أحتاج كيلو مانجو معلبي وعشرين غرام جيلاتين نباتي وراح أستخدم هذا النوع من الجيلاتين لتجهيز وصفتي بالبداية بضيف المانجو ببريك الخفك وراح أخفكهم لحد ما يصير الخليط ناعم وما يكون فيه كتال ترجمة نانسي قنقر 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 المانجو بطنجرة وضع الطنجرة على الغاز مع استمرار التحريك لحد ما يغلي بعد ما اغلي بضيف الجيلاتين وبخلطهم لمدة دكيكتين موسيقى بعد ما جهزت الخليط بسكبوا بكلب السلكون على طول وفيكم تستخدموا اي كلب متوفر عندكم ورح خليه يبرده يصير بحرارة الغرفة بعد ما بردت رح دخله على الثلاجة لحد ما تتماسك منيح لتجهز الطبقة الثانية رح احتاج ربع كباية طحين ربع كباية نشذرة ثلاث كباية حليب ربع كباية سكر بكات فاناليا وملعة كبيرة زبدة بضيف الطحين بالطنجرة ورح ضيف النشا والسكر وغلطهم بضيف الحليب على المكونات الجافة وبحركهم على البارد بعدها رح ضيف الطنجرة على الغاز مع استمرار التحريك لحد ما يغلي موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر بعد ما اغلي الخليط بكيم الطنجرة عن الغاز وبضيف الفانيليا والزبدي وبخلطهم بعد ما جهزت الطبقة الثانية بطلع الكالب من الثلادي وبتكون الطبقة الاولى تماسكة منيح وبوزع فوق هالطبقة الثانية بشكل متساوي بعد ما ضفت الطبقة الثانية بوزع طبقة من برس جوزي الهند بعد ما جهزت الكيكي رح خليها تبرد وتصير بحرارة الغرفة بدخل الكيكي على الثلادي لمدة خمس ساعات على الاقل اولى ليلة كاملة بعد مرور ليلة كاملة اطلعت الكيكي من الثلادي وبتكون اتماسكة منيح وبتكون حوافا فصلت عن الكالب بها الشكل وراح اكلبها بصحن التقديم هون عندي كيكة المانجو بعد ما جهزتها زي ما انتم شايفين ما شاء الله شكلها كثير حالة وطعمها احلى الوسطي سهلي ولذيذي وما بتاخد وقت في التحضير بدون فرن وبدون بيض وبدون كريم بانصحكم اتجربوها ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر